أهلا بكم مجدداً يتواصل حديثنا عن العملات المشفرة وقضية ثوليكس للعملات الرقمية التي عادت للواجهة مع قضية مؤسسها فاروق فاتح أزر المتهم في قضايا احتيال وغسيل الأموال وإنشاء عصابات لارتكاب الجرائم أكبر محتال في تاريخ تركيا كما وصفته وسائل الإعلام المحلية يواجه لائحة اتهام مكونة من 268 صفحة وطلب حكم بسجن قد يصل إلى 40562 عاماً بتهمة الاحتيال فاروق فاتح أزر نجح في إقناع الكثير من العاملين في مجال العملات الإلكترونية والمالكين للعملات في مختلف دول العالم بضخ أموالهم واستثمارها في المنصة التي كان يعمل بها نتيجة لأثيقة كبيرة التي قد بناها لتلك المنصة المختصة في تداول العملة الإلكترونية المشفرة قام عدد كبير من المستثمرين بوضع أموالهم تحت تصرفه وكانت مبالغ طائلة نتيجة لشهرة المنصة العالمية والتي كانت تعمل بموجب ترخيص في الولايات المتحدة ومفتوحة للمستخدمين في أنحاء العالم منذ خمس سنوات إلا أنها أغلقت منذ أفريل من العام الماضي موقعها عبر الإنترنت ونشرت بياناً ادعت فيها أن الإغلاق مؤقت وأنها تجري الآن إجراءات تخص شراك جديدة الأمر الذي أثار الضعر لدى مستخدمي المنصة في حين أصدرت شرطة الدولية الإنتربول نشرة حمراء لإلقاء القبض على رجل الأعمال الهارب بطلب من أنقراء وسط اتهامه بعملية احتيال تقدل بملياري دولار من العملات الرقمية تركيا حضرت مؤخراً استخدام العملات والأصول الرقمية في شراء السلع والخدمات وحذرت من إمكانية وقوع أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات على ما يبدو أن الشباب صار يهتم كثيراً بهذه العملات الإلكترونية ميليسا نعم بفعل أمل عديد من الشباب والكثير من الشباب خاصة التركية اليوم كان قد تودجها بعد ارتفاع معدلة البطالة وتراجع سوق العمل إثراء جائحة كورونا إلى الاستثمار في سوق العملات الرقمية حتى وصلت تركيا بحسب بعض الإحصائيات في السنة الماضية إلى المرتبة الرابعة عالمياً في سوق العملات المشفرة ترجمة نانسي قنقر